موسيقى وإلى خبر آخر بدأت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مناقشة مسودة تحديث البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018 وجاء أول لقاء في محافظة مادبة حيث قدرت كلفة المطالب والاحتياجات التنموية للمحافظة ما يقارب 128 مليون دينار وتعاني محافظة مادبة من عدة تحديات تنموية من أهمها نسبة الفقر التي تبلغ 15% وارتفاع معدل البطالة بنسبة بلغ 12-2% ومشاكل العمل لاستحواذ القطاع العام على النسبة الأعلى من القوى العاملة إضافة إلى ارتفاع حجم الأسر وضعف البنية التحتية لأهم القطاعات السياحية والزراعية وعدم قدرة البلديات من القيام بدورها التنموي وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري قال خلال لقائه المجتمع المحلي في مادبة إن المبالغ التي تم تخصيصها للمحافظة وزعت على كافة القطاعات حسب الأولويات خاصة قطاع التعليم والصحة وبيّن أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبحث عن إمكانية تموية المشاريع المحافظة من المصادر المالية المتاحة كالمنح والقرض حاولنا في هذه المسودات أن نركز على إعطاءكم فكرة على أولاً المشاريع للحكومة مستمرة في تنفيذها أو تنوي تنفيذها التي ذكرنا حوالي 125 مليون أرجو مراجعة هذا باعتقادكم في مشروع جديد ليس أولوية بهمنا نعرف منكم لأنه نأخذ هذه الأموال المرصودة إلى ونوجهها لأولوية أخرى غير ملباة فهذا بدنا دعمكم في هذا المشاريع